اوباما وهو مثقل بجراح سنة اعتبرت الاسوأ في حصيلته الرئاسية امتطى صهوة جواده السياسية واستخدم كافة اسلحة السيكولوجية في خطاب الاتحاد الرئيس الامريكي سلك مشارب شتى على درب استعادته لزخم رئاسته وبدى متمردا ولوح بلواء العصيان في حضرة الكونغرس وهو يتحدث عن نووي الايراني فليكن ذلك واضحا في حال ارسل للكونغرس الام قانون عقوبات جديدا من شانه ان يهدد بافشال المفاوضات فسوف استعمل حقي في النقض ضده كما ظهر اوباما متحديا وشدد على انه لن يبقى جامدا وسوف يصدر قرار من دون الموافقة التشريعية الولايات المتحدة لن تبقى جامدة ولا انا ايضا اذا عندما يكون بامكان اتخاذ قرار دون المرور بالطريق التشريعي لتحسين فرص النجاح لمزيد من العائلات الامريكية فهذا ما سافعله واشار اوباما انه سوف يكون اكثر اسرارا على استخدام صلاحياته ساستخدم كل الصلاحيات لحماية خططي وتجلى اوباما انه في عاجلة من امره وانه لن ينتظر موافقات الكونغرس بعض هذه الاجراءات تتطلب موافقة الكونغرس وان على عجلة من امره للعمل مع الجميع وسلك اوباما مسلكا استقطابيا لفئات متعددة في المجتمع الامريكي ما يوحل الناس برأيه في هذا البلد هم الشباب والكهول والاغنياء والفقراء وعمل اوباما على استمالة الطبقات الوسطى في بلاده سوف اقدم مقترحات ملموسة وعملية من اجل تسريع النمو وتعزيز الطبقة الوسطى وخلق جسور جديدة نحو تلك الطبقة وحاول ايضا اوباما اقناع الحضور بانه انجز خلال فترة رئاسته مع شركائنا سنكون قد انجزنا مهمتنا قبل نهاية العام وستنتهي بذلك اطول حرب خاضطها الولايات المتحدة في افغانستان وظهر اوباما في مظهر المنتصر وهو يتحدث عن القاعدة وضعنا القاعدة على طريق الهزيمة وفي اليمن وفي الصومال والعراق علينا مواصلة العمل مع شركائنا لاضعاف شبكات القاعدة وشل حركتها كما نسب اوباما لنفسه الفضل في اجبار سوريا على البدء في تفكيك طرسانتها الكيموية ولفت اوباما انه يدعم محادثات الاسرائيليين والفلسطينيين لانهاء الصراع وتحقيق دولة مستقلة للفلسطينيين والسلام الدائم والامن لدولة اسرائيل اوباما اثنى على التجربة التونسي واشاد بها لكنه بدى هاربا من الحديث عن نصر رمانة الميزان في المنطقة اذا سلك اوباما مسارا هجوميا التفافيا في خطابه حول حالة الاتحاد وكشف نبضه السيكولوجي عن مساعي لتحقيق مراميه والطموحات السياسية